تواصل ميليشيا الحوث والمخلوع خروقاتها للتهديئة في محافظتي صنعاء والجوف أناطق باسم مقاومة صنعاء عبدالله الشندكي أكد السمرار خلوقات الميليشيا للتهديئة في نهم إثر محاولتهم استعادة السيطرة على عدد من القرى في وادي حريب نهم إلا أن القوات تصدت لهم ملحكة بهم الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد كما أحبط الجيش الوطني والمقاومة هجوما على مواقع في جبليان بنهم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيا في الجوف تستمر المعارك بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوث والمخلوع من جهة أخرى في مناطق عدة بالمتول والمصلوب والغيل والعقبة وأسفرت معارك الساعات الماضية عن مقتل عشرة من الميليشيا وجرح آخرين